دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة زار مبارح لعيبة المنتخب المصري لكرة اليد طبعاً لدعمهم قبل خوض اللقاء المرتقب يوم الأربعة اللي جاي إن شاء الله قدام غينية بالمناسبة دي هتكون أول مباراة للمنتخب في بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 26 اللي بتستضيفها مصر في الفترة من 17 لغاية يوم 27 من شهر يناير هنأ سيد وزير الشباب ورياضة جميع لعيبي المنتخب طبعاً على الأداء المشرف في البطولة الدولية اللي خضها الفراعنة في الدنمارك استعداداً للبطولة الأفريقية وعدهم بالآتي وعدهم بمضاعفة مكافآت البطولة لكل اللعيبة في حال تحقيق اللقب والوصول للأولمبياد بشكل مباشر وأكد كمان على ثقته في كل اللعيبة وفي الجهاز الفني وكمان أعرب عن ثقة الجماهير المصرية في تحقيق لعيبة المنتخب المصري لكرة اليد اللقب الخاص بهذه البطولة وزي ما كنا منتكلم كام يوم من الفاته الحقيقة ملف كرة اليد يعني بقى من الملفات المشرقة جداً والواعدة جداً والمبشرة جداً نفس الكلام اللي منقوله على السكواش ابتدينا بشكل ملحوظ نقوله على كرة اليد ويا رب الكلام ده كمان ينتقل لكل الرياضات المصرية ولا سيما كرة القدم ومتخبنا مصرع بشكل محمد